بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم بنستكمل مع بعض عزيزي الطلاب اليوم موضوع التوزيعات الاحتمالية المتصلة التي بدأنا بالتوزيع الطبيعي وبناخد مع بعض إن شاء الله توزيع جديد يسمى توزيع T أو T Distribution توزيع T بيقول لي إذا كان عندي عينة صغيرة بمعنى إن حجمها بيكون أقل من 30 والانحراف المعياري للمجتمع الطبيعي بيكون غير معلوم أي أن سجمة تكون غير معلومة فإن التوزيع الإحصائي المتبع في مثل هذه الحالات هو توزيع T أو ما يطلق عليه نظرا لصغر حجم العينة توزيع العينات الصغيرة توزيع T بيكتب أو بيميز بمعلمتين ألا وهما Alpha و New Alpha عبارة عن مستوى المعنوية واللي بيكون المساحة على يمين النقطة بتسويها New عبارة عن درجات الحرية اللي حنفسرها بعد قليل إذن القيمة T بمعلمتين Alpha و New عبارة عن القيمة التي على يمينها المساحة تساوي Alpha زي ما احنا شايفين التوزيع يشبه تماما توزيع الطبيعي القياسي في أنه متماسل حول الصف إلى أن القيم الموجودة في الجدول هي القيم التي يكون على يمينها المساحة تساوي Alpha درجات الحرية بتعرف أنها عدد المشاهدات المستقلة التي تساوي حجم العينة مطروحا منها عدد القيود أو معالم المجتمع التي يتم تقدرها من بيانات العينة شرح مبسط لفكرة درجات الحرية بنفترض أن لديها 3 قيم وعايزين مجموعة 3 قيم دول يكون 10 طبعا كلنا عارفين أن لديها الحرية في اختيار الرقم الأول وليكون 5 ولديها حرية أيضا في اختيار الرقم الثاني وليكون 2 أصبح المجموعة عندي 7 وبالتالي أصبحت مضطرة أن يكون الرقم الثالث عبارة عن 3 حتى يكون المجموعة لديها للثلاث قيم يساوي 10 أي أن درجات الحرية هناك كانت في تحديد رقمين فقط وبالتالي درجات الحرية ستساوي حجم العينة أو عدد القيم اللي هو 3 مطروحا منه الرقم الأخير اللي هو 1 يبقى 3 ناقص 1 بتساوي 2 جداول توزيع T مختلفة في تقسمتها عن جداول توزيع Z أو المتغير الطبيعي القياسي أو التوزيع الطبيعي القياسي في أنها تتحدد باستخدام معلمتين المعلمة الأولى ألفا والتي تسمى مستويات المعنوية المعلمة الثانية نيو والتي تسمى درجات الحرية لو لاحظنا درجات الحرية سنلاحظ أن تبدأ بواحد وتنتهي بالقيمة 30 لـ 30 لأنه إذا بلغت درجات الحرية 30 أو Z حجم العينة عن 30 شكل توزيع T بيقترب جدا من شكل التوزيع الطبيعي القياسي وبالتالي لا داعي لاستخدام جداول توزيع T وبعود لمرة تانية لاستخدام جداول توزيع Z قيم ألفا المختلفة تبدأ عندي في الجدول من 40 من 100 25 من 100 10 من 100 5 من 100 وهكذا وبوجد قيمة T عن طريق تقاطع بين القيمتين رأسيا درجات الحرية وأفقيا مستويات المعنوية مثال إذا أراد إيجاد قيمة T عند مستوى معنوية 0.1 وبدرجات حرية 8 نعود مرة أخرى للجدول فحنذهب لدرجات الحرية 8 ومستوى المعنوية 0.1 أو 10 من 100 حنجد القيمة 1.397 إذن القيمة صحيحة 1.397 إذا قال لي اوجد قيمة ألفا عند درجات الحرية بتساوي 5 إذا كانت قيمة T بتساوي 4.032 إذن حذهب في صف درجات الحرية بيساوي 5 وابحث عن القيمة 4.0.3 4.032 حجدها أسفل مستوى المعنوية 0.005 نذهب مرة أخرى فعلا مستوى المعنوية ألفا 0.005 5